السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سليف حسناء كنت مننا لبناتكم كاملين بخير وعلى خير في أحوال طيبة إن شاء الله كالرحب بالأخوات اللي عاد نضموا القناة كالرحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة كما كتلاحظوا اليوم ونحضر معكم وصفة الكيش اللي صراحة كتجير ديدة بزاف وكالتقامر خيصة نضموا المكونات وطريقة التحضير خليكم معي إذا نبنات هدو المكونات اللي غن نخدم بيوم عندي هنا جوش كيسان نص ديال الطحين العبار بكاس العنب عندي نص كاس ديال الزيت العادية والذيت العود نص كاس ديال الماء نص معلقة عطرية ديال الحوت نص معلقة صغيرة ديال السكار الزعثر معلقة كبيرة ديال الزبدة أي نوع ديال الزبدة عندكم نبدو على بركتي اللي غن ديره الطحين هو اللول قد نزيد الزعتر اللي ما بغاش ديال الزعتر ما يديروش يعني كيبقى لكم الاختيار دير شوية ديال العطرية ديال الحوت ولا ديال الدجاج ولا أي نوع ديال العطرية سبيسية اللي عندكم خدموا به عندي نص معلقة صغيرة ديال السكار شوية ديال الملحة زيت العود ومعلقة كبيرة ديال الزبدة كين انواع كتير ديال العجين المرمل اللي ان شاء الله غن نزلهم لكم في القناة وكنبدو نبسس بهالطريقة هذي اه الطحين مع السوائل اللي ضفنا حتى كيولي اه طحين مرمل لاحظو ما فيهاش الخميرة وما فيهاش الويض والزبدة يعني معلقة كبيرة كافية اين وعدي نضيف الماء يجمع العجين نضيف الماء 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 قطع العجين يجب العجين لا تحرق لا تلقوش نهائيا مشكل في هاد الشكل هادا كنطلقو العجين صراحة انتيجي خفيف هاد النوع ديال العجين مفيش الزبدة كتير ومفيش البيض وكين النوع اللي مفيش تديك معلقة كبيرة ديال الزبدة مكيناش يعني كنحخدمو غير بوحد السادي المعالقة ديال الزيت تقريبا نصف كأس بحلاكا صافي وكيجي صراحة العجين زوين وصبقو نزلت اشكال اخرى في القناة في البداية ديال القناة غدا نتلقوهم ان شاء الله صافي غنجيب هاد المولات هادو كيما كتشوفو الشكل ديالهم اوفال بحلاكا هادو تديرو جوج درام ونص حتى لثلاثة درام يعني اللي اخديتو بزاف رايحسبوليهم جوج درام ونص اخديتو اسميتو قلال ثلاثة درام هنحيط هاد لانه جات شوية شيطا كناخد اللاكو كندوزو على الليمول هاد الشكل هادا باش كيتطراصه وليا القدر اللي بغيت ماشي بحال الضيرين اللي كنقدو نطراصي وبسيغ كالكبر وندريسي وفهم يعني كيجيوا ساهلين صافي على هاد الشكل للبنات غي هاد العجين يعني السير ديلو خصو يرتاح كل ما يعطي الطوع اكتر يعني اللي خدمتو به بقى يلا حييتو يلا عجنتو انتو ما كتتعجنو انتو ما غاد انتبقوا تديرو في المول وهو ما غال يبقى يرجع فوقا ما غال يتكمل لاتو ديلة الأطراف هاد هادا باش مع مع القدر قدر نشتو فواورما وش بتندخل اطرافه حدول اطراف هادا تحتاص طروح نزح افريدا فنا stove وريد القطاع شرع نكميل الاز실ين بالأطراف والاحتفاء نقذ فيها العجين نحيض الفائد نأخذ الفرشيت وننتقف العجين نقذ العجين نستيقض وقبل الكثير من المقابل أن يصل الى الحرف سوف نقذ نقذ الحرف وننقذ نقذ لما سوف نذهب تأخذ الفرشيت نحاول أن نتقب مزيان هذا الوسط للعجين لكي لا تنفخ هنا البنات كما لاحظتوا من يتدخلهم الفران إلا بغيتهم يجيوني مقادين يعني أنا مدخلهم الفران لا تلي شي حاجة مقادة يعني هم بقن باردين ماشي سخان هذه البنات حبة الفلفلة حمرة شلتها رقيقة مزيان وضفت شوية الملحة قبل الزيت العود في المقلا ونضيف حط شوية بزار غير شوية لأنني هندير شوية هريسة ونجعل الفلفلة تنزل مزيان في الزيت وضفت هنا معلقة صغيرة عامرة مجففة كانت البصلة العادية شلتها بصلا عادية وضيفها وضيفها أنا غاية ما كانتش عديها وعليش خدمت بزار ببتشيري عندي سوف ننطلقها معكم إن شاء الله في المرحلة التالية خليكم معي من بعد البنات أضفت شوية صلصة الصوجة و شوية هريسة من بعد البنات أضفت حج وجمعة الكبار الزيتون خضر طحنته مزيان والطغن عندي هنا بنات ثلاثة الحبات ديال البيت شوية ديال الملحة شوية ديال البزار عندي كاس ديال العنبة ديال القشدة الطرية إلا ما كانش القشدة الطرية غنضيره ضانون مسوس وثلاثة ديال الحبات ديال الفرماج مثلت اضفت هنا يا جوج معلقة كبار ديال النشا وغدا نضيف خمارة تقريبا نخلي واحد راس معلقة في الباكية من بعد البنات غنضيف خمارة مزيان بالكهربائي او لف الكاس اللي كانت طحن في العصير حتى كنت ندامج هاد المكونات مع بعضها مزيان وكي بل يا لان الخليط و اللم نساجم من بعد غنضيف الفرماج حمر محكوك تقريبا واحد ربع ديال المعالق ديال الفرماج حمر محكوك كيخلي الحشو يجي مال لكا كي ملاحظت البنات غوما اربع ديال المعالق او لثلاثة على حسب ديال الفرماج حمر محكوك في الحكا كرقيقة مزيان باش كي يجي يعني من نتي دوب كي دوب متوازن ماشي كن نلقاوا بلا صفي الفرماج و بلا صلة هذا هو علاش ده بغن نضيف الحشو اللي بردات مزيان نضيف الحشو اللي قد تلكم يعني بردات مزيان ضفت عليها الطون كي ملاحظتون الزيتون و غدا نعمرها هادله اللي كي يجي هادو هادله اللي كي شراء طيب توم غير نصف طيبة ما غدا طيبة حتى يتحمرو حيث مازال ندخله هم الفرران يكملوا الطياب مع الحشوة صوفي كان هصله على حشوة تكون بهذا الشكل هذا يعني ثقيلة نوعا ما ماشي خفيفة وماشي ثقيلة تاني بزع الفرار ستسخن يعني العافية على غير تحت وهذا ندخل هدلي كيش يطيبو على عافية متوسطة يعني وخات قيسهم وطلقهم بقين رطبين هدك غير فرماشي يكون بقين مبرج تحسو بهم لأنهم راهم بحلي بقين مطيبين ولكنهم رطبو كيف تبال لكم الحمورية تتحملوا من الوجه جنب بان لكم على أنهم تحملوا صفي كتحيدوهم من الفرران وكتخليهم تكي بردو عذا كتحيدوهم من المولات نكملوا لبنات ونطلق معكم إن شاء الله في المرحلة التالية خليكم معي صفي غا ندخل هدلي كيش يطيبو في الفرران على درجة حرارة من توسطة الفوق هو اللون ونزلهم من تحت ونطلق معكم في الشكل نهائي خليكم معي وهذا هو النوع دي لقشدة اللي خدمت بها لبنات هي هذي إلا ما كانتش هذي كينان هولا لا تهيئ في المسوس صراحة تهيئ زوينة بزاف وتبقى هذا هو الشكل النهائي دي اللي كيشة البنات صراحة تجيجي والداد ومعالي الكين من داخل بوحد المضاق اللي إن شاء الله مني غا تتجربوا غا يعجبكم بغيتوا تديروهم في هذي المولات اللي أوفال في حلقة أو اللي ضايرين ولا بغيتوا تديروها يعني بحجم عائلية تديروها إما في هذي المول اللي تيكون ضاير وطبعا مسنن مع جناب أو للمول اللي كيكون طويل تهوتي جيزوين بالنسبة للتزيين البنات خليت الفرماج وارقة قطعته بمرشم دائري وحطيت فوقه ش شوية ديال الزنجلان أسود واخدي الطرف من مطيشة سوريز حتى هو قطعتها على شكل دائرة وحطيت شوية ديال المعدنوس يعني تبقى لكم التزيين باش ما بغيتوا تزينو كتزينو أي حاجة ما بفهم مشال البنات خليوا لي إن شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها بغيتوا تحطفتو بهم في المجمد للبنات خصصا مع شهر رمضان بغيو نحتفتو بهم في حد البواطة باش ميت هرسوش صغيرا طيبوهم طياب عادي هما غدا يبقوا بايضين لأن ما فيهم مش السكار اللي غادي يلهابهم لنا دغيا في الحمار فيهم غير أن يسبق لي لدي السكار نصف معلقة صغيرا 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 طيبوهم وكان حتفتو بهم في المجمد إلى حيل استعمال ديالهم كتجبدوهم وكتديرو لهم الحشو اللي بغيتو كنشكركم ألمنات بزاف بزاف على حسن المتاب ديالكم بالنسبة لتمال لبيع البنات سبعة درهم الوحدة لأن الحجم ديالهم شوية كبير وهذا نقول لكم تهلا براتكم بزاف بزاف البنات وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته